بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس العاشر من دروس تفسير سورة القصص للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الستين وما بعدها إلى الآية السبعين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون يقول الإمام اعلم أن هذا هو الجواب الثالث عن تلك الشبهة يعني قولهم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا قوله تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا هو الجواب الثالث عن تلك الشبهة وهي قولهم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا لأن حاصل شبهة ومتعنا الدنيا فبين تعالى أن ذلك خطأ عظيم لأن ما عند الله تعالى خير وأبقى أما أنه خير فلوجهين أحدهما أن المناك أعظم وثانيهما أنها خالصة عن الشوائب ومنافع الدنيا مشوبة بالمضار بل المضار فيها أكثر وأما أنها أبقى فلأنها دائمة غير منقطعة فمنافع الدنيا منقطعة ومتى قوبل المتناهي بغير المتناهي كان عدما فكيف ونصيب كل أحد بالقياس إلى منافع الدنيا كلها كالذرة بالقياس إلى البحر فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إذا قيست منافع الدنيا بمنافع الآخرة فهي كالذرة بالقياس إلى البحر فظهر من هذا أن منافع الدنيا لا نسبة لها إلى منافع الآخرة البتة فكان من الجهل العظيم ترك منافع الآخرة لاستبقاء منافع الدنيا ولما نبه سبحانه على ذلك قال أفلا تعقلون يعني أن من لا يرجح منافع الآخرة على منافع الدنيا كأنه يكون خارجا عن حد العقل ورحم الله الإمام الشافعي حيث قال من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله تعالى من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلك إلى المشتغلين بطاعة الله تعالى لأن أعقل الناس من أعطى القليل وأخذ الكثير وما هم إلا المشتغلون بالطاعة فكأنه رحمه الله تعالى إنما أخذه من هذه الآية ثم إنه تعالى أكد هذا الترجيح من وجه آخر وهو أن لو قدرنا أن نعم الله تعالى كانت تنتهي إلى الانقطاع والفناء وما كانت تتصل بالعذاب الدائم لو قدرنا ذلك لكان صريح العقل يقتضي ترجيح نعم الآخرة على نعم الدنيا فكيف إذا اتصلت نعم الدنيا بعقاب الآخرة فأي عم يرتاب في أن نعم الآخرة راجحة عليها وهذا هو المراد بقوله أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه فهو لا يكون كمن أعطاه الله تعالى قدرا قليلا من متاع الدنيا ثم يكون في الآخرة من المحضرين للعذاب والمقصود أنهم لما قالوا تركنا الدين للدنيا قال الله عز وجل لهم لو لم يحصل عقيب دنياكم مضرة العقاب لكان العقل يقتضي ترجيح منافع الآخرة على منافع الدنيا فكيف وهذه الدنيا يحصل بعدها العقاب الدائم وأورد هذا الكلام على لفظ الاستفهام ليكون أبلغ في الاعتراف بالترجيح وتخصيص لفظ المحضرين بالذين أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن قال تعالى في سورة الصافات فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين لأنه قال بعد ذلك أفما نحن بمعذبين يعني ولولا نعمة ربي لكنت من المعذبين أو من المحضرين للعذاب وقال تعالى في نفس السورة فكذبوه فإنهم لمحضرون وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون أي لمعذبون وفي لفظه إشعار به وذلك لا يليق بمجالس اللذة إذنما يليق بمجالس الضر ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون يقول الإمام اعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أنه يسأل الكفار يوم القيامة عن ثلاثة أشياء أحدها قوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون لما ثبت أن الكفار يوم القيامة قد عرفوا بطلان ما كانوا عليه وعرفوا صحة التوحيد والنبوة بالضرورة فيقول عز وجل لهم أينما كنتم تعبدونه وتجعلونه شريكا في العبادة وتزعمون أنه يشفع أين هو لينصركم ويخلصكم من هذا الذي نزل بكم ثم بيّن تعالى ما يقوله من حق عليه القول والمراد من القول الذي حق عليهم قوله عز وجل لأملأ أن جهنم من الجنة والناس أجمعين ومعنى حق عليه القول أي حق عليه مقتضاه واختلفوا في أن الذين حق عليهم هذا القول منهم فقال بعضهم الرؤساء الدعاة إلى الضلال وقال بعضهم الشياطين وقولهم ربنا هؤلاء الذين أغوينا هؤلاء مبتدأ وقولهم الذين أغوينا صفته والراجع إلى الموصوف محذوف هؤلاء الذين أغويناهم أغويناهم كما غوينا إذن الراجع إلى الموصوف وهو اسم الإشارة محذوف وقولهم أغويناهم الخبر والكاف صفة مصدر محذوف تقديره أغويناهم فغووا غيا مثل ما غوينا والمراد كما أن غينا باختيارنا فكذا غيهم باختيارهم يعني أن إغواءنا لهم ما ألجأهم إلى الغواية بل كانوا مختارين بالإقدام على تلك العقائد والأعمال وهذا معنى ما حكيته الله عز وجل عن الشيطان أنه قال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وقال تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فقوله إلا من اتبعك أن ذلك الاتباع لهم من قبل أنفسهم لا من قبل إلجاء الشيطان إلى ذلك ثم قال على لسانهم تبرأنا إليك أي منهم ومن عقائدهم وأعمالهم ثم قال على لسانهم تبرأنا إليك أي تبرأنا منهم ومن عقائدهم وأعمالهم ما كانوا إيانا يعبدون إنما كانوا يعبدون أهواءهم والحاصل أنهم يتبرؤون منهم كما قال تعالى في سورة البقرة ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وأيضا فلا يمتنع في قوله تعالى أين شركائي لا يمتنع أن يريد به هؤلاء الرؤساء والشياطين فإنهم لما أطاعوهم فقد صيروهم لمكان الطاعة بمنزلة الشريك لله تعالى كان جوابهم أن يقولوا إلهنا هؤلاء ما عبدون فهم الفاسدة وثانيها أي ثاني الأشياء التي يسأل الله عز وجل الكفار عنها يوم القيامة قوله تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم والأقرب أن هذا على سبيل التقرير لأنهم يعلمون أنه لا فائدة في دعائهم لهم فالمراد أنهم لو دعوهم لم يوجد منهم إجابة في النصرة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فثاني الأمور التي يسأل الله عز وجل الكفار عنها يوم القيامة قوله تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم والأقرب أن هذا على سبيل التقرير لأنهم يعلمون أنه لا فائدة في دعائهم لهم فالمراد أنهم لو دعوهم لم يوجد منهم إجابة في النصرة وأن العذاب ثابت فيهم وكل ذلك على وجه التوبيخ وفي ذكره ردع وزجر في دار الدنيا وأما قوله تعالى لو أنهم كانوا يهتدون فكثير من المفسرين زعموا أن جواب لو محذوف وذكروا فيه وجوها أحدها قال الضحاك ومقاتل يعني المتبوع والتابع يرون العذاب ولو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما أبصروه في الآخرة وثانيها لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا لعلموا أن العذاب حق وثالثها ودوا حين رأوا العذاب لو كانوا في الدنيا يهتدون ورابعها لو كانوا يهتدون لوجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب وخامسها قد آن لهم أن يهتدوا لو أنهم كانوا يهتدون إذا رأوا العذاب ويؤكد ذلك قوله تعالى لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم في سورة الشعراء وعندي يقول الإمام وعندي أن الجواب غير محذوف جواب لو غير محذوف وفي تقريره وجوه أحدها أحدهم بقوله أدعوا شركاءكم فها هنا يشتد الخوف عليهم ويلحقهم شيء كالسدر والدوار ويصيرون بحيث لا يبصرون شيئا فقال تعالى ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون شيئا بحيث لا يبصرون شيئا لا جرم ما رأوا العذاب وثانيها أنه تعالى لما ذكر عن الشركاء وهي الأصنام أنهم لا يجيبون الذين دعوهم قال في حقهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون أي هذه الأصنام كانوا يشاهدون العذاب لو كانوا من الأحياء المهتدين ولكنها ليست كذلك فلا جرم ما رأت العذاب فإن قيل قوله ورأوا العذاب ضمير لا يليق إلا بالعقلاء فكيف يصح عوده إلى الأصنام قلنا هذا كقوله ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وإنما ورد ذلك على حسب اعتقاد القوم فكذا هاهنا وثالثها أن يكون المراد من الرؤية رؤية القلب أي والكفار علموا حقيقة هذا العذاب في الدنيا لو كانوا يهتدون وهذه الوجوه عندي خير من الوجوه المبنية على أن جواب لو محذوث فإن ذلك يقتضي تفكيكاً نظم في الآية الأمر الثالث من الأمور التي يسأل الله عز وجل الكفار عنها يوم القيامة قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء أي فصارت الأنباء كالعمى عليهم جميعاً لا تهتدي إليهم وقوله فهم لا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضاً كما أنهم يتساوون جميعاً في عمل أنباء عنهم والعجز عنهم بضم العين وتشديد الميم وهي قراءة الأعمش وقراءة فعميت بفتح العين وتخفيف الميم قراءة العامة كذا قال السمين في الدر المصون وإذا كانت الأنبياء عليهم السلام لهول ذلك يتعتعون في الجواب عن مثل هذا السؤال وإذا كانت الأنبياء عليهم السلام لهول ذلك الموقف يتعتعون في الجواب عن مثل هذا السؤال ويفوضون الأمر إلى علم الله عز وجل كما قال عز وجل في سورة المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذا كان هذا حال الأنبياء عليهم السلام يتعتعون في ذلك الموقف ويفوضون الأمر إلى علم الله عز وجل فما ظنك بهؤلاء الضلال قال القاضي هذه الآية تدل على بطلان القول بالجبر لأن فعلهم لو كان خلقا من الله تعالى ويجب وقوعه بالقدرة والإرادة لما عميت عليهم الأنباء ولقالوا إنما أتينا في تكذيب الرسل من جهة خلقك فينا تكذيبهم ومن جهة خلقك القدرة الموجبة لذلك فكانت حجتهم على الله تعالى ظاهرة وكذلك القول فيما تقدم لأن الشيطان كان له أن يقول إنما أغويت أو إنما أغويت بخلقك في الغواية وكذلك القول فيما تقدم لأن الشيطان كان له أن يقول إنما أغويت بخلقك في الغواية وإنما قبل من دعوته لمثل ذلك أي لنفس السبب فتكون الحجة لهم في ذلك قوية ويكون العذر ظاهرا هذا استدلال القاضي عبد الجبار والقاضي لا يتركه يقول الإمام والجواب أن القاضي عبد الجبار لا يترك آية من الآيات المجتملة على المدح والذنب والثواب والعقاب إلا ويعيد استدلاله بها وكما أن وجه استدلاله في الكل هذا الحرف فكذا وجه جوابنا حرف واحد وهو أن علم الله تعالى بعدم الإيمان مع وقوع الإيمان متنافيان لذاتيهما فمع العلم بعدم الإيمان إذا أمر بإدخال الإيمان نض الدين والذي اعتمد القاضي عليه في دفع هذا الحرف في كتبه الكلامية قوله خطأ قول من يقول إنه يمكن وخطأ قول من يقول إنه لا يمكن بل الواجب السكوت ولو أورد الكافر هذا السؤال على ربه عز وجل لما كان لربه سبحانه عنه جواب إلا السكوت فتكون حجة الكافر قوية وعذره ظاهرا فثبت أن الإشكال مشترك والله أعلم ثم قال تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون يقول الإمام اعلم أنه تعالى لما بيّن حال المعذبين من الكفار وما يجري عليهم من التوبيخ أتبعه بذكر من يتوب منهم في الدنيا ترغيبا في التوبة وزجرا عن الثبات على الكفر فقال فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وفي عسى وجوه أحدها أنه من الكرام تحقيق والله تعالى أكرم الأكرمين وثانيها أن يراد ترج التائب وطمعه كأنه قال فليطمع في الفلاح وثالثها عسى أن يكونوا كذلك إن داموا على التوبة والإيمان لجواز ألا يدوموا واعلم أن القوم كانوا يذكرون شبهة أخرى ويقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعنون الوليد بن المغيرة أو أبا مسعود الثقفي فأجاب الله تعالى عنه بقوله وربك يخلق ما يشاء ويختار والمراد أنه عز وجل المالك المطلق وله أن يخص من شاء بما شاء لاعتراض عليه البتة كما قال عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته وعلى طريقة المعتزلة لما ثبت أنه عز وجل حكيم مطلق علم أن كل ما فعله كان حكمة وصواب فليس لأحد أن يعترض عليه وقوله ما كان لهم الخيرة الخيرة اسم من الاختيار قام مقام المصدر والخيرة أيضا اسم للمختار يقال محمد صلى الله عليه وسلم خيرة الله تعالى في خلقه إذا عرفت هذا فنقول في الآية وجهان الأول وهو الأحسن أن يكون تمام الوقف على قوله ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار ويكون ما نفيا والمعنى وربك يخلق ما يشاء ويختار ليس لهم الخيرة إذ ليس لهم أن يختاروا على الله عز وجل أن يفعل والثاني أن يكون ما بمعنى الذي أن تكون ما موصولة فيكون الوقف عند قوله وربك يخلق ما يشاء ثم يبتدئ ويقول ويختار ما كان لهم الخيرة قال أبو القاسم الأنصاري وهذا متعلق المعتزلة في إيجاب الصلاح والأصلح عليه وأي صلاح في تكليف من علم أنه لا يؤمن ولو لم يكلفه لا استحق الجنة والنعيم من فضل الله تعالى فإن قيل لما كلفه استوجب على الله تعالى ما هو الأفضل لأن المستحق أفضل من المتفضل به قلنا إذا علم قطعا أنه لا يحصل ذلك الأفضل فتوريطه في العقاب الأبدي لا يكون رعاية للمصلحة ثم قولهم المستحق خير من المتفضل به جهل لأن ذلك التفاقف من تفضله أما الذي ما حصلت الذوات والصفات إلا بخلقه وبفضله وبإحسانه فكيف يستنكف من تفضله ثم قال عز وجل سبحان الله وتعالى عما يشركون والمقصود أن يعلم أن الخلق والاختيار والإعزاز والإذلال مفوض إليه عز وجل ليس لأحد فيه شركة ومنازعة ثم أكد ذلك بأنه يعلم ما تكن صدورهم من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعلنهم فيه وقولهم هل اختير غيره في النبوة ثم أكد ذلك بأنه يعلم ما تكن صدورهم من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعلنون من مطاعنهم فيه وقولهم هل اختير غيره في النبوة ولما بين علمه بما هم عليه من الغل والحسد والسفاهة قال وهو الله لا إله إلا هو وفيه تنبيه على كونه قادرا على كل الممكنات وعالما بكل المعلومات منزها عن النقائص والآفات يجاز المحسنين على طاعتهم ويعاقب العصاة على عصيانهم وفيه نهاية الزجر والردع للعصاة ونهاية تقوية القلب للمطيعين ويحتمل أيضا أنه لما بين فساد طريق المشركين من قوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي ختم الكلام في ذلك بإظهار هذا التوحيد وبيان أن الحمد والثناء قوله له الحمد في الأولى والآخرة فهو ظاهر على قولنا لأن الثواب غير واجب عليه عز وجل بل هو سبحانه يعطيه فضلا وإحسانا فله الحمد في الأولى والآخرة ويؤكد ذلك قول أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عن الحزن وقوله الحمد لله الذي صدقنا وعده وقوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وأما المعتزل فعندهم الثواب مستحق فلا يستحق عز وجل الحمد بفعله من أهل الجنة قال القاضي إنه يستحق الحمد والشكر من أهل النار أيضا بما فعله بهم في الدنيا من التمكين والتيسير والألطاف وسائر النعم لأنهم بإساءتهم لا يخرج ما أنعم الله عليهم من أن يجب عليهم الشكر وهذا فيه نظر لأن أهل الآخرة لأن أهل الآخرة مضطرون إلى معرفة الحق وهذا فيه نظر لأن أهل الآخرة مضطرون إلى معرفة الحق فإذا علموا بالضرورة أن التوبة عن القبائح يجب على الله عز وجل قبولها وعلموا بالضرورة أن الاشتغال بالشكر الواجب عليهم يوجب على الله تعالى الثواب كما يقول المعتزلة وعالموا أنهم قادرون على ذلك وعالمون بأن ذلك مما يخلصهم عن العذاب ويدخلهم في استحقاق الثواب أفترى أن الإنسان مع العلم بذلك والقدرة عليه يترك هذه التوبة؟ كلا بل لا بد أن يتوبوا وأن يشتغلوا بالشكر ومتى فعلوا ذلك فقد بطل العقاب وأما قوله وله الحكم فهو إما في الدنيا أو في الآخرة فأما في الدنيا فحكم كل أحد سواه إنما نفذ بحكمه فلولا حكمه عز وجل لما نفذ على العبد حكم سيده ولا على الزوجة حكم زوجها ولا على الابن حكم أبيه ولا على الرعية حكم سلطانهم ولا على الأمة حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سبحانه الحاكم في الحقيقة وأما في الآخرة فلا شك أنه تعالى هو الحاكم لأنه الذي يتولى الحكم بين العباد في الآخرة فينتصف للمظلومين من الظالمين على ما قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وقال عز وجل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وأما قوله وإليه ترجعون فالمعنى وإلى محل حكمه وقضائه ترجعون فإن كلمة إلى الانتهاء الغاية وهو تعالى منزه عن المكان والجهة فإن كلمة إلى الانتهاء الغاية وهو تعالى منزه عن المكان والجهة وبهذا فالآية السبعين ونقف عند الآية الحادية والسبعين وهي قوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين